فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات أهلا بكم في برنامجكم أهل الذكر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات أذكر نفسي وإخواني بمسألة هي في غاية الأهمية المكان ألا وهي تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الاختلاط المفضي للفتن الاختلاط المفضي للفتن معلوم أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى جعل حدودا بها يتعامل الرجال مع النساء والنساء مع الرجال ولم يترك ربنا سبحانه وتعالى الأمر هكذا للناس يفعلون ما يشاءون أو ما يحبون بل وضع لنا ربنا سبحانه وتعالى الأحكام التي بها نحافظ على علاقاتنا وكيف نتعامل مع النساء فالله تبارك وتعالى حرم الاختلاط المفضي للفتن أن يختلط الرجال والنساء جميعا ويمزحون ويتكلمون بكلام غير لائق أو بأمور قد تؤدي لما بعد إلى الفتن فتعالوا بنا نستمع لقوله تبارك وتعالى للمرأتين الصالحتين التي خرجت من بيتيهما لضرورة أن أباهما شيخ كبير قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين يعني موسى عليه الصلاة والسلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم مرأتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما بمرؤة من موسى سقى لهما ففي هذه الآية المباركة تعلمنا أن النسوة لم يختلطن بالرجال ويتلاحمن معهم وأيضا قوله تبارك وتعالى الذي يدل على عدم الاختلاط وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذه الآية في من؟ في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام وإذا سألتموهن متاعا يا صحابة رسول الله إذا ذهبتم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألتم نساءه متاعا وشيئا فاسألوهن من وراء حجاب قيل وراء سطارة أو حائط أو وراء شيء تحجبها عنك فتكلمها يا أم المؤمنين وأنت لا تراها يا أم المؤمنين كذا وكذا ويسألها ما يريد أن يسأل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن قال أهل العلم بهذه الآية أو بآخر الآية خرجت من حيز الخصوص إلى حيز العموم من حيز خصوص أن الآية في نساء الرسول إلى حيز أن الآية في جميع نساء الأمة ورجال الأمة فإذا كان الأمر بعدم الإختلاط بين الصحابة الكرام وبين نسوة أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والتعليل والسبب أن ذلك أطهر للقلوب فمن دون الصحابة ومن بعدهم أولى بذلك ثم أولى ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن وأي قلب أحسن من قلوب الصحابة الكرام وقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فبتذيير الآية بقوله ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن علم أن الآية كلها لجميع المسلمين والمسلمات أي لا تختلطوا اختلاطا بالنسوة لأن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن فبالاختلاط تحصل الفتنة وبالاختلاط يحصل الكلام والألفة بين الرجل والمرأة وهذا قد يجر إلى فساد عظيم قد يجر إلى فساد عظيم فليحل للرجل أن يختل بمرأة أو أن يختلط رجل بنساء فيفتتن بهن أو يفتتن بالرجل فينبغي أيها الإخوة أن يغض الرجال أبصارهم عن النساء والنسوة يغضضن أبصارهن عن الرجال قال تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يستعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن ومن هذا المنطلق ندعو المسؤولين عن التعليم أن يفصلوا بين الشباب والبنات في التعليم وفي الجامعات اتقوا الله ربكم واعلموا أن الفتنة حاصلة بين الشباب والبنات في هذا السن المراهق أو في هذا السن الخطير في السنوية في الإعداد افصل بين الرجال والنساء بين الزكور والإناث لم يعهد أبداً على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختلط الرجال بالنساء مثل هذا الاختلاط بل في الصلاة في الصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ليه؟ لأن كلما اقترب الرجال من النساء كان شراً والرسول صلى الله عليه وسلم سماها شراً مع أن الكلام عن الصلاة وعن صلاة الجماعة والمسجد ومع ذلك لا تختلط أو لا تخلط بين الرجال والنساء في الدروس في القاعات في الجامعات في غير ذلك افصل بينهما تستوجب رضوان الله افصل بينهما تبعد الفتن عن المسلمين والمسلمات افصل بينهما تجعل مجتمعاً طيباً طاهرة أما لو ساعدت على اختلاط زدت الفتن بين الشباب والبنات وزدت الفتنة وكسر الفساد وكسر الزنا بينهم كل ذلك بمصداق قول الله وقول رسوله شر صفوف النساء أولها لأنها أقرب إلى الرجال افصل بين الرجال والنساء في قاعات المحاضرات افصل بينهم في الدروس افصل بينهم في المجالس إن كثيراً من العائلات إذا أرادوا أن يجلسوا جلس الرجال والنساء جميعاً يتمزحون ويضحكون وينظر هذا لهذه والأخرى لهذا ولا حدود بينهم ولا حشمة وكل ذلك يؤدي إلى فساد ولو بعد حين فإذا فصلت بين ذلك كان ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن كما قال تعالى وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فلا اختلاط مفدي للفتنة في الإسلام ولا خضوع بالقول من المرأة للرجل ولا إطلاق بصر للنساء أو للنساء على الرجال كل هذه مفاسد أغلقها ربنا سبحانه وتعالى حتى لا توصل إلى الفاحشة ولا إلى الفتن والله لا يحب الفساد والله سبحانه وتعالى قال ولا تقرب الزنا مجرد أن تقرب سبول الزنا كل ذلك محرم في ديننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يحببه وأن يحبب قلوبنا في الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والثسوك والعصيان وإلى الإجابة عن الأسئلة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول السائل ما حكم المسابقات العلمية التي يدفع كل مشترك مبلغا معينا من المال ثم يفوز أحدهم بالمبلغ الكبير أقول وبالله التوفيق إن المسابقات العلمية شأنها كشأن سائر المسابقات لا يجوز فيها الغنم والغرب فلا يجوز فيها أن يدفع كل مشترك مبلغا ويحصل الفائز على المبلغ الأكبر أو على كل المبلغ فلا يجوز فيها خسارة ولا مكسبة لا يجوز في المسابقات العلمية أو غيرها إلا في حدود ما نص الشرع عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو حافل أو خف أي لا فوز وخسارة ولا جائزة ولا جعل إلا في مسابقات الرماية أو مسابقات بالفرس أو بالجمال والإبل التي تساعد على الجهاد في سبيل الله أما غير ذلك من المسابقات أو الألعاب أو المسابقات العلمية فلا يجوز أن يدفع المشترك شيئا مبلغا من المال إما أن يفوز أو يخسر كل ذلك لا يجوز في هذا لكن لو أتى طرف ثالث لو أتى طرف ثالث من غير المشتركين وقال من يفوز منكم سأجعل له جعلا هذا لا بأس به فمثلا أقول أنا سأختبركم في مسابقة القرآن الكريم ومن يفوز منكم له جائز عندي هذا جائز لكن المتسابقون يدفعون للمسابقة والذي يخسر ليس له شيء ليس له ماله ولا يسترد ماله أو الذي يفوز يجمع له أموال المشتركين كل ذلك لا يجوز نعم يقول ما حكم التصوير وما الجائز منه وما الممنوع التصوير فيه كلام كثير لكن حسبنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس يوم القيامة عذابا المصورون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل على كنائس في الحبشة وفيها تصوير فيها تماثيل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله فالتصوير التي هي نحت التماثيل ممنوعة بالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك أن يصور إنسان تمثال تمثال له روح إنسان أو طير أو حيوان أي شيء فيه روح لا يجد تصويره أي نحته نحته بحجارة أو بخشب أو بأي مادة كانت ومن هنا نقول لمن يعمل ويمتهن هذه المحنة أنت على خطر عظيم قد لا ينبهك كثير من الناس على هذا الخطر ويعجب بصنيعك وبثقافتك أو بمهنتك وبإتقانك للصورة وهم يغرونك في ذلك أو جهال بالحكم فمن هذا المنطلق أقول يا من تصور التماثيل وتنحت التماثيل أنت على خطر عظيم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فلا تغتر بإعجاب معجب بعملك ولا بإعجاب جاهل لا يعلم عن دينه كثير شيء أما أنت فعلى خطر عظيم أن تنحت تماثيل على هيئة أو لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان أو غير ذلك لكن لك أن ترسم أشياء أخرى ليس فيها روح والمجال واسع في هذا الأمر فاحذر أخي الكريم من أن تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذا النحت نحت التماسي يلحق بي أيضا بإجماع العلماء الرسم باليد وعلى ذلك الإمة الأربعة الرسم باليد فإذا رسمت إنسانا على لوحة أو بيدك وآتيت صورة طبق الأصل بزوات الأرواح أيضا هذا تصوير ولا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك فليس السورة المحرمة أن يكون لها ظل أو التمثال لا فلقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل بيته وقد وضعت عائشة كراما أي سطارة عليها تصوير فجذب النبي صلى الله عليه وسلم السطارة وغضب غضبا شديدا قال إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فقال النموي رحمه الله وغيره من الشراح فيه دلالة على أن الصورة المحرمة ليست قاصرة على ما لها ظل بل لها ظل وليس لها ظل فحتى الصورة التي على الحوائط أو الصورة التي على الستائر المنقوشة أو المرسومة باليد هذا حرام أيضا إن كانت لذات أرواح لكن الصور الفوتوغرافية التي لا تدخل للإنسان فيها إلا أنه يحبس ظلها فقال كثير من أهل العلم المعاصرين بجوازها قال كثير من أهل العلم بجوازها لأنك لم تصور شيئا لم تتدخل فيها أنت حبست ظل الصورة كالمرآة فالأحوط أيضا تقليل ذلك لكن لا نستطيع الجزم بتحريم الصورة الفوتوغرافية لأن الإنسان لم يتدخل في تصويرها ولم يرسم شيئا ولم يصور بيده شيئا هو فقط حبس ظلها فأقول وبالله التوفيق علم من الكلام السابق ما الممنوع من التصوير وما الجائز منها الجائز في التصوير أن تصور أو أن ترسم أشياء لا روح لها ترسم يعني منظر طبيعي ترسم أمورا كثيرة لكن لا ترسم شيئا فيه روح من إنسان أو طير أو حيوان أو غير ذلك كذلك الصورة الفوتوغرافية لا يجزم بتحريمها لا يجزم بتحريمها إذ لا صنع للإنسان فيها والله أعلم نعم يقول هل يجوز لي ضرب اليتيم للتعليم والتأديب هل يجوز أن أضرب اليتيم للتأديب والتعليم أم يدخل تحت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أقول وبالله التوفيق لا يدخل ضرب اليتيم للتعليم والتأديب لا يدخل تحت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر فالآية معناها لا تظلم اليتيم ولا تتكبر عليه ولا تنهره بدون شيء فلا تظلمه ولا تأخذ حقه هذا هو المقصود من الآية لكن ضرب اليتيم للتأديب والتعليم كأن تعامله كسائر أولادك فهذا قد يتطلبه الأمر وإلا فلا تترك اليتيم بلا تأديب وبلا تعليم ثم يسوء خلقه فتعامل مع اليتيم كما تتعامل مع أبنائك تعامل مع اليتيم كما تتعامل مع أبنائك أخر الضرب أخر الضرب لكن إن رأيت أن الأمر يحتاج لضرب خفيف لتأديبه فلا حرج في ذلك فهذا مأزون فيه ولا حرج نعم يقول رجل وهب مالا لبعض أبنائه حال مرض موته فقال بعض الناس هذه هبة غير صحيحة فما قولكم في هذا؟ أن يهب الإنسان هو في مرض الموت المتحقق فأجمع العلماء أن الهبة في مرض الموت المتحقق له حكم الوصايا وليس له حكم الهبات له حكم الوصايا وليس له حكم الهبات بمعنى أنه لا يجوز أن يهب لوارث لأنه لا وصية لوارث فالهبة هنا لأحد أبنائه وهو في مرض موته المتحقق هنا هبة غير صحيحة وهي في حكم الوصية وهنا لا وصية لوارث والله أعلم هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى استدادة في القول والعمل يقول السائل نريد كلمة تحث الأغنياء على وقف بعض أموالهم لله أقول وبالله التوفيق إن الوقف لله له أجر عظيم فيموت الرجل والحسنات جارية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية حتى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها صدقة جارية فأن تتصدق بصدقة وتكون مجتمرة في حياتك وبعد موتك إنه الفضل الكبير وإنه التوفيق من الله ويقول بعض الصحابة كجابر رضي الله عنه يقول ما زال المسلمون يوقفون أموالهم أي الأغنياء الذين يجدون أموالا أوقف بعض أموالك لله نعم لا تترك ورستك فقراء إنك انتظر ورستك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس لكن أين صدقتك أين صدقتك الجارية أين وقفك لله أين نفعك أنت في الآخرة ففيه حس للأغنياء أن يوقف بعض أموالهم للفقراء والمساكين يقول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذه الآية لما نزلت أتى أبو الدحداح صحابي كريم قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي برحاء وكانت أرضا طيبة أمام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في موقع من أفضل المواقع قال هذه أحب العقارات إلي أحب الأراضي إلي أحب أموالي وإني جعلتها لله ورسوله أرأيتم التفاعل مع كلام الله والتأثر بكلام الله سمع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذهب وقال هذه الأرض التي هي أحب أموالي هي لله ورسوله يا رسول الله فقال ربح البيع أبا الدحداح بخن بخن يعني الحمد لله أحسنت أحسنت موفق موفق فهي كلمة تعجب من توفيق الله له بخن بخن ربح البيع أبا الدحداح قد سمعت ما قلت فاجعلها في أقربائك والفقراء فأوقفها أبا الدحداح لأقربائه والفقراء فاجعل لأقربائك من مالك شيئا واجعل للفقراء والمساكين من مالك شيئا أوقف مكانا يبنى عليه مسجد أوقف مكانا يبنى عليه مستشفى ينفع المسلمين أوقف مكانا يبنى عليه دار تحفيظ ومعهد علمي يعلم الناس ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم أوقف مكانا به تنتفع به بعد موتك وهذا يفعله أهل العقل والرشاد وممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للصدقة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يقول السائل ما البدعة؟ ما تعريف البدعة؟ وهل منها بدعة حسنة؟ أقول وبالله التوفيق البدعة هو الشيء المحدث الشيء المحدث في الدين فعبادة أو أمر أو معتقد محدث لم يكن له أسس ولا أصول من كتاب أو سنة فهذا هو البدعة وهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود فهذه البدعة والبدعة أنواع وضرجات هناك بدعة مكفرة تكفر صاحبها وهناك بدعة ضلالات ولا تكفر صاحبها وهناك بدعة أخف من ذلك فالبدعة المكفرة كبدعة مثلا القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم شيئا في القدر إلا بعد وقوعه إلا بعد وقوعه فهذا كفر بالله العظيم أن يتهم ربه بالجهل أو أنه لا يعلم شيئا إلا بعد وقوعه وهناك بدعة ضلالات كالخوارج والمرجئة وغير ذلك من البدعة التي تنفي عن الله صفاته والتي تكفر المسلمين وغير ذلك وهناك بدعة دون ذلك أي نعم هي لم تكن على العهد الرسول صلى الله عليه وسلم وليتجنبها الشخص كبدعة في بعض الأذكار أو طريقة أذكار هي بدعة أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا الصحابة ولا القرون الأولى فإذا أردت أن تتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسن والقرون الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالبدعة درجات لا شك هل في البدعة بدعة حسنة بهذا التوصيف لا بدعة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ثم نأتي ونقول هناك بدعة حسنة كبدعة بمعناها الشرعي لا بدعة حسنة لكن قد يراد بالبدعة الحسنة أمر خفي على كثير من الناس ثم أحيي كما قال عمر بن الخطاب لما جمع الناس في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة نعمة البدعة هذه يريد أن يقول نعمة هذا الصنع والصنيع ولم يكن جمع الناس في رمضان أو في تراويح رمضان بدعة حقيقية أي لم يفعلها الرسول ولا الناس ولا الصحابة قبل عمر بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أصل في الدين لكن بعد أن تركت أحيها عمر فقال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه فليس فيها مستند أن هناك بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة والبدعة الحسنة أي أن تحيى سنة أو أن يتذاكر الناس شيئا طيبا فيحيونه أو أن يتفق الناس على عمل بر فيفعلونه هذه هي الشيء الحسنة هذه الشيء الحسنة لكن الاختراع في الدين والإحداث في الدين كله مذموم ليس بمحمود تقول السائلة تلقني زوجي وأنا حامل في الشهر الثالث فمتى تنتهي عدتي عدتك تنتهي بوضعك الحمل لأن الله تبارك وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها كثر ذلك أو قل يعني مثلا لو وضعت حملها بعد أسبوع من طلاقها أو بعد أسبوع من وفاة زوجها حلت للخطاب وانتهت عدتها أو لو طلقت وهي في الشهر الأول أو مات زوجها وهي في الشهر الأول فيجب عليها أن تمكث حتى تضع حملها حتى تضع حملها نعم يقول ما قولكم في من يطعن في أهل العلم ويشهر بهم وينتقض أفعالهم وينتقض أفعالهم وأخطأهم أقول وبالله التوفيق لا شك أن أهل العلم بشر يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون لكن أن يطعن فيهم وأن يشهر بهم فلا يفعل ذلك إلا أصحاب القلوب المريضة وأهل الضلال الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فأن تشهر بعالم علماء المسلمين الغالب عليه الصواب والغالب عليه نفر الناس والغالب عليه تعليم الناس أن تطعن فيه وأن تنفر الناس من السماع له وغير ذلك فأنت بذلك تصد عن سبيل الله تصد عن سبيل الله وسيلقى هذا الآثيم وسيلقى هذا الآثيم جرم فعله أمام الله تبارك وتعالى إذ ضعن في عالم من علماء المسلمين داعي إلى الله يعلم الناس الخير من على مذهب أهل السنة والجماعة ثم يحذر لخطأ أو خطأين أو عشرة وسبحان الله من الذي لا يخطئ قط ومن الذي يصيبه في كل أقواله وأفعاله فالعصمة دفنت يوم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم فلعصمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فسبحان الله ما أشد جهل أولئك وما أكثر تعديهم فلقد ملأوا البلاد شرا وفسادا وغيبة وطعنا في أهل العلم فيجعلون أنفسهم علماء جرح وتعديل يقولون فلان طيب وحسن وعالم واسمعوا له أما فلان فليس بذلك من أنت الذي تتكلم في عالم من علماء المسلمين وما هي صفتك فلا ورع تجد ولا علم ولا ديانة وتجده بشغولا بذلك بشغولا بالطعن في أهل العلم ثم هو لم ينفع أهل بلده ولم ينفع إخوانه بعلم يذكر لكن الرجل ذو الهمة العالية في العلم وطلب العلم والدعوة إلى الله لا ينشغل أبدا بهذه الطرهات ولا بهذه السفالات أن يطعن في علماء المسلمين نسي أو تناسى قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوء بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فهؤلاء الظالمون الذين يطعنون في مبلغ الناس القرآن والسنة والوحي وتعليمهم من خير أولئك أبعد من الخير وأولئك الذين يطعنون أبعد من الهدى والسداد فنسأل الله أن يريح العبادة والبلاد منهم فلقد أكثروا الفساد في الأرض من جراء طعنهم في أهل العلم وتنفير الناس منهم فهم يعملون ما لا يعمله الشيطان ويصنعون ما لا يصنعه العلمانيون ولا الليبراليون ولا أهل الفساد المحض وبذلك ينفرون المسلمين من علمائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا نسمع لهم لا نسمع لمن يطعن في أهل العلم ولا نرعي لهم أسمعنا ولا نجالسهم في غيهم ولا ضلالهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوبوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فإذا سمعت لغوا أو باطلا فلا تسمع لهم ألا تدري أن قوله تعالى لما قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هذه الآية نزلت في ماذا نزلت في بعض المنافقين كانوا يطعنون في أصحاب رسول الله يقول ما لأصحاب محمد أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء يعني بيكلوا كثير وعند اللقاء والجهاد لا نجدهم ويستهزئون ويضحكون فالله أنزل آيات شديدة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كيف تستهزئ بحامل القرآن وحامل السنة والعالم الشرعي فالاستهزاء بهم جريمة حقا ونعوذ بالله أن نطعن في عالم من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة الذين كسر خيرهم وملأوا الدنيا آيات وأحاديث وعلما وفقها نسأل الله أن يبارك في أعمار علمائنا وأن يرحم الأموات منهم يقول السائل تزوجت بدون علم أهلي فقال لبعض الناس يجوز للسيب أن تزوج نفسها ثم قرأت أنه لا يجوز فما الصواب في ذلك أقول وبالله التوفيق قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فلعموم الأحاديث والنصوص بين أو تبين أنه لا يجوز للمرأة بكرا كانت أو سيبا أن تزوج نفسها وأنه يجب على المرأة أن يكون لها ولي في نكاحها وهذا رأي أكثر الأئمة وهو ما عليه الأحاديث والسنة لكن إذا أعضل الأولياء البنت أو المرأة أعضلوها ومنعوها من حقها وهو الزواج بمن تريد أو بمن بمن هو كفء لها ومنعوها تعنتا فعندئذ تسقط ولايتهم وتذهب الولاية إلى من بعدهم أو إلى السلطان فهنا يجب عليك أيها والأخت المباركة أن تصحح العقد فيأتي وليك ويأتي زوجك ويقول الزوج لولي المرأة زوجني ابنتك فلانة أو لو كانت أخته زوجني أختك فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فيقول زوجتكها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وبهذا يصحح العقد وبهذا تكوني تزوجتي بإذن الأولياء نعم يقول هل يجوز أكل اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة إما أن تكون مستوردة من بلاد المسلمين أو من بلاد غير المسلمين فإذا كانت مستوردة من بلاد المسلمين فلا شك في حلها لا شك في حلها وإن كانت مستوردة من بلاد أهل الكفر فينظر هل هي من بلاد أهل الكتاب يهود ونصارى أو من بلاد مشركين فإذا كانت من بلاد أهل الكتاب فالله أحلى لنا زبائح أهل الكتاب لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام هنا بمعنى الزبائح فذبائح أهل الكتاب حل لنا طالما أننا عرفنا أنهم زباحوها بطريقة شرعية لم يزبحها بخنق ولا بوقز ولا بطعن والغير ذلك زباحوها بالطريقة الشرعية بالزكاة الحلال فيجوز أن نأكلها حتى ولو لم نعلم هل سموا الله عليها أو لا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن طعام لا نعلم يا رسول الله هل هذه الزبائح سموا الله عليها أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا أما لو كانت اللحوم استورادة من بلاد شرك غير أهل كتاب ومعلوم عنهم وكلهم مشركون والمعمل والمصنع والمذبح كل أهل شرك فلنأكل زبائح أهل شرك غير أهل الكتاب هذا وصلى الله على نبينا محمد ونسأل الله التوفيق والسدادة في القول والعمل ونسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون